يؤكد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفاجئ الانسحاب من سوريا مجدداً عزمت ترامب على تطبيق سياساته التي أعلن عنها منذ اليوم الأول لوصوله إلى البيت الأبيض على الرغم من التداعيات الكبيرة التي تخلفها ومحاولة مسؤولين في إدارته كبح جماح دفعاته خطة الانسحاب من سوريا التي اتخذها ترامب يتوقع أن تكون لها تداعيات كبيرة أولها على حلفاء واشنطن الأساسيين الأكراد الذين يسيطرون على مساحات واسعة من الأراضي السورية وتحديداً شرقي الفرات والذين وصفوا الانسحاب الأمريكي في حال جرى بالخنجر في ظهر الميليشيات الكردية حيث تستعد تركيا لشن هجوم على الميليشيات المنضوية في صفوف ميليشيا سوريا الديمقراطية في شرقي الفرات مع استمرارها بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا كذلك فأن الانسحاب الأمريكي سيترك الساحة فارغة لصالح روسيا وإيران ومن ثم لنظام بشار الأسد وهذه الأطراف لن تتوقف عن توجيه الانتقادات للوجود الأمريكي في سوريا ووصفه بغير الشرعي وكان آخرها اعتبار الخارجية الروسية أن الوجود الأمريكي عقبة خطيرة في طريق التسوية في سوريا كذلك يطرح قرار ترامب تساؤلات عن الدور الذي ستقوم به واشنطن في الساحة السورية مستقبلا لا سيما في محادثات التسوية وتوزيع النفوذ في الجغرافيا السورية التي تبدو موسكو اللعب الأبرز فيها وهو الأمر الذي دفع سياسيين أمريكيين لانتقاد قرار الانسحاب ومنهم السيناتور الجمهوري لينتسي جراهام الذي قال أن الانسحاب من سوريا سيكون خطأاً وانتصاراً كبيراً لتنظيم الدولة وإيران وبشار الأسد وروسيا ويرى مراقبون أن الانسحاب الأمريكي من سوريا قد لا يكون حتمياً وربما يكون الهدف من الإعلان عنه هو مزيد من الابتزاز في المنطقة بعد أن أعلن سابقاً أن الوجود الأمريكي في سوريا مكلف ويجب أن يكون هناك تميل من أجل بقائه كما يتوقع المراقبون أن لا يكون الانسحاب كاملاً وأن يكون مرتباً مع عدد من الأطراف باتفاقيات لتقاسم السيطرة في المنطقة